تستعد وزارة صحة العامة والسكان تنفيذ الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد شلل الأطفال دون سن العاشرة في عدد من المحافظات خلال الفترة من التاسع عشر وحتى الرابع والعشرين من فبراير الجاري وقال وزير صحة العامة الدكتور قاسم بحيبح لوكالة الانباء اليمنية إن الحملة ستستهدف تحصين أكثر من مليوني طفل دون سن العاشرة في جولتين من فصلتين تعقبهما جولة ثالثة تستهدف الأطفال ما دون الخامسة من العمر ودع وزير صحة كل الفعاليات السياسية والاجتماعية إلى الإسهام الإيجابي في إنجاح فعاليات الحملة